دخول الحراك الشعبي لشهره الثاني وتأخر الإعلان عن حكومة التوافق التي كلف بتشكيلها نور الدين بدوي يدفع للتساؤل حول تدعيات هذا الحراك على الاقتصاد الوطني في ظل التضارب في المعلومات وبروز بعض المؤشرات على غرار انخفاض قيمة الدنار أمام العمولات الأجنبية في السوق السوداء الاقتصاد كان فيه مبدأ يقول لك رأسه المال جبان بمعنى أن أي بلد أو أي إقليم يكون فيه الأمر غير واضح ما نقوله حتى عدم استقرار سياسي أما لم تكن لا تكن فيها الرؤية واضحة فإن أي إنسان يحتفظ بماله ويدهب يستثمره في مجالات أخرى أطمئن الجميع أن رؤوس الأموال لم تتحرك لأنه كان بعض الأشخاص تدعو إلى تضخيم الأمور حالياً المنظومة المالية مستقرة مرحلة جد حساسة تلك التي يعيجها الاقتصاد الوطني في ذل استمرار الوضع السياسي الراهن وهو ما قد يؤثر على مناخ المال والأعمال في الجزائر عندما يكون فيه حارات ومسيرات يعني الكثير من النشاطات تتوقف وهذا ما يؤدي في نهاية المعطف أن رقم الأعمال تحادي المؤسسات سوف ينخفض وبالتالي الأرباح ستنخفض وبالتالي الضرائب التي توفرها ستنخفض في ظل هذه المؤشرات ودعوة عمال بعض المؤسسات الاقتصادية للضراب يحذر المختصون في الشأن الاقتصادي من تدعيات هكذا دعوات بالنظر لأهمية حفاظ اقتصادنا على أسواقه الخارجية في الضرابات نوع من أنواع الضغط الشعبية على أي نظام يعني في الجزائر في فرنسا في بريطانيا في الولايات المتحدة الضراب نوع من أنواع لكن الضراب هذا مش لازمه يطول لأنه لما يطول أثر لكن الضراب عمله حتى في اليابان يعني دولة يعني اقتصادية كبرى إذن في الإدارة هذا ممكن يوم أو يومين أو ثلاثة معاً أكثر يدون خسارتها تكون كبيرة لا تعتقدوا بأن الأيام القليلة القادمة أو سنوات ستكون سنوات رخاء بل ستكون سنوات عجاب عام الشاق لأنه مفيش درهم في الوقت الذي تباينت فيه أراء المختصين حول مدى عكاس الوضع السياسي الراهن على الاقتصاد الوطني يدعو بعض المحللين الاقتصاديين إلى توخي الحذر من بعض اللوبيات العالمية التي تنتظرها كدفورس لضرب الاقتصاد الوطني فعلموا جيداً أن البنك العالمي وصندوق النقد دولي والريزيرف فيديرال كذلك سيكون لديهم دور ودور اللوبيات العالمية من خلال استعمال نفوذهم سيؤثر بالسلب على السيرورة هذا الحراك بسلمية تحقيق التغيير المنشود يتطلب تضافر جهود كل الكفاءات في مختلف القطاعات للمرور بالاقتصاد الوطني إلى بر الأمان في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر